ينضب علينا مننا بنغازي مرسل غد عبدالعزيز الفقرية عبدالعزيز أهمية هذه الخطوة في مسار إكمال المؤسسات الليبية ودلالة اختيار بورزيزة نعم محمود بالفعل صباح هذا اليوم أدى الرئيس الجديد للمحكمة العليا المستشار عبدالله بورزيزة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في مدينة القبة هذه الخطوة تمت بعد إقرار مجلس النواب في جرسته الماضي يوم الخميس الماضي الموافقة على اختيار مستشار عبدالله بورزيزة كرئيس للمحكمة العليا هذه الخطوة تأتي في توقيت يتم فيه التباحث بالشكل كبير ما بين مجلسين نواب الأعلى للدولة وكذلك مجاعل لسان رئيس مجلس النواب المستشار عقيل أصال أنه تمت توافقات تمت مع عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بإشاء القاعدة الدستورية لانتخابات بدون أن يتم توحيد المؤسسة القضائية في ليبيو على رأسها المحكمة العليا هذه الخطوة تعني بأن كل ما يتعلق بالطعون الدستورية وكذا الحال التحدث على القضايا المتعلقة بتنازع الاقتصاصات سوف تقول للمستشار عبدالله بورزيزة بعد أن يتم حسم القضايا الجدرية حول الانتخابات على وجه الخصوص لأنه ربما الآن من يتحدث الآن محمود في هذا التوقيت عن المستشار محمد الحافي وهو الذي كان قد أدى اليمين كرئيس للمحكمة العليا خلال أسابيع ماضي أمام المجلس الرئاسي ما الذي تعني هذه الخطوة؟ هل هناك أيضا من يتحدث عن انقسام؟ أيضا هناك يتحدث عن صلاحيات الآن مجلس أنواب وكذلك المجلس الرئاسي إلا أن غالبية القانونيين يتحدثون على أن تعيين المحكمة أو رئيس المحكمة العليا هو حق أصيل لمجلس أنواب بأن يتم ذلك في جلسة علنية هذا الأمر ما تم بالفعل بعد أداء اليمين الدستورية الآن من قبل المستشار عبدالله برزيزة ينتظر أن يتم النظر بعد ذلك في باقي الدوائر المختلفة وهو حق لرئيس المحكمة العليا وكذا الحال أن يرأس المجلس الأعلى للقضاء حالا عقاده وتعذر غياب رئيس المجلس الأعلى للقضاء شكرك جزيلا مراسل الغد عبدالعزيزة الفاخر من بنغازين شكرا